ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر البليكسوس ماشي فيها الشبكة العصبية ماشي فيها فلو انا رأت الشبكة العصبية دي بالبنج الموضعي وانا بحاينه في الحتة دي خلاص هيتعملك انالجيزيا او تسكين للمنطق دي ودايما الفوليو اللي انا بحث لكم عنه ده كله اسمه فوليوم بلوك فوليوم بلوك يعني اين يعني كلها فشة البلين بلوك بحن كمية كبيرة من البنج بس مخفف جدا لان ما اداشا هعين كمية كبيرة ومش مخففة في عملية توكسيستي يعني انتساعات بتحتاج اكتر من اللي بيحتاجه النيرف يعني النيرف مثلا من 15-20 مثلا دي ممكن 30-35 في بعض الاحيان ولكن بيخففه جدا فدايما ناخد دواء مخفف او باي الترانسلسة بلوك الانديكيشن بتاعها يعني باستخدامها ايمتا دايما في المنطق في الانالجيزيا في الاباروتومي في الابينسيكتومي مطرح البورت طبعا الغاز اللي احنا بنحينه ده ما بيروحش التسكين بتاعه مع مع التاب بلوك لانه بيدي سوماتيك بس الفيسر البين اللي هو القلم جوه الاعضاء الداخلية ده ما بيروحش كلا ولكن هم وقدوا ان البين بتاع الفيسر اللي هو السكين بين والكلام من ده من السيرجري ده بيبقى حوالي 70-80% من القلم فانت لو لو توفر 70-80% من المخدرات اللي تدهاله او الادوية وفي نفس الوقت ما بيخلوش يبقى مدمن يبقى ده كويس قوي في الابدومنو بلاستي والابروتكوبك سيرجي السيزيران سيكشن ديليفري وكان لي انا بيبر سنة 2007 المشارتها كدراسة بين الاليوم بايا الهيبوغاستيك والترانسفيرس الابدومنس بلوك التاب بلوك في السيزيران سيكشن طبعا التاب بلوك اعلى شوية لان بتاخد نيرفات تانية الترانسفيرس بحطه على هوريكو الصور يعني تحط دايماً بتوين اللاترال بلوك بتحط بين الكوستال مارجين والإليا كريز في جنب العنجر وساعيتها بشوف ثلاثة مصل وبحدد الابرة هدخل فين بدخل دايماً بين المصل التانية والتالتة التالتة دي دايماً بتبقى مصل ضعيفة زوية الانترنال أبليكو أستخنهم عشان كده ما بحق المصل دي بتبقى عاملة زي القوس عشان هي أضعف واحدة معايا ودايماً في المدقى بتوين الكوستال مارجين اللي كريز هوريكو الصور بتاعتها الجول بقى الهدف بتاعي ان انا حط البنج الموجعي ده اه في البلين ده في الحتة بين العضلتين دول ان انا وأنا بحق ان العضلتين يسيبوا بعض والنيرفات البليكسس مشى في الحتة دي الفوليوم دايماً على حسب البودي بيرد يعني عين ضخم ولا عين مش ضخم عين قصير دايماً بنحقن من 15-25 ميلي في حاجة دايليوتين طبعاً احنا بفضل الربوفيكين الواقع او البيبوفيكين الخفف يعني 2.5% ده ساعات الجرعة عالية شوية ممكن اقلل كمان شوية عن الجرعة دي عن التركيزة طبعاً زي ما أقول لكم فيلاتر الابروتش اللي أنا بقول عليه ده اللي أحطت بين الكوستال مارجين بيخس بوب تكنيك يعني يحس بالطقة الإبرة ودخلة بس الكلام ده مش آكوريت قوي يعني حتى في الإيد الحساسة نمرة اتنين كان بتخلق في حاجة اسمها آآ أنجلوف بيتي واحد فرنساوي عامل أنجل هنا بيقولك دي أحسن حيطة بدخل فيها طبعاً اللي هي بدعت كده بس الساكسي سيت من 40-60% بس لكن من ألترا ساون الساكسي سيت أعلى باكتراه او ممكن يدخل ساب كوستال ساب كوستال دي ساعات لما من T6 من رقم ستة في السراسك لحد T1 وده سموها ساب كوستال للأسف الاثنين مش موصلين بواعد يعني مقدرش راحن يعني كمية كبيرة فوق أو تحت توصل الاثنين فلازم احن الاثنين طبعاً التاب بلوك يمكن السورة دي توضح لكم الأمور هنا ده البروب بتاع الإيكو وده الجلد والساب كتنياستيشو وده العضلات تبدأ إكسين الأبليك وإنترن الأبليك ترانسفيرس الأبضومنس طبعاً عاوز أقول لكم إن في الحقيقة الإنترن الأبليك دي بتبقى أكبر عضلة أدخن واحدة فيهم وترانسفيرس الأبضومنس دي أعلى واحدة فيهم فأنا بدخل دايماً بلاقي في حاجات يعني هنا ببقى الفشة كده ماشي اسموز هنا ببقى في حاجات مكالكاعة كده الحاجات المكالكاعة دي هي اللي بقى في العصاب والأوردة فأنت بتدخل هنا وبتحين الدوام بين الاتنين دول فهو دايماً من تيت 7 إلى تيت 11 لو ساب كوستل بلوك وهما فيه اتنين سبيس يعني فيه واحد لاترل وفيه واحد ساب كوستل الفوليوم قلنا عليه بختار إمتى الساب كوستل وإمتى اللاترل على حسب المكان اللي فيه الألم على حسب المكان اللي فيه جراحة فلو الجراحة تحت في توزيع بتاعة تيت 12 اللي وان باستخدم الترل طيب لو توزيع فوق من تيت 6 إلى حادة 11 استخدم الساب كوستل طيب هل ممكن استخدم أول اتنين أولا والفتحة والجرح كبير جداً في المنطقة تين طبعاً المنظر اللي انتو شايفينه ده ده كوستل مارجن هنا وده الإليا كريست عد متين وبحط ده بينهم أول ما حط ده بينهم بلاقي تلاتة ماصر بدخل هنا بالإبرام من البروب هنا وديريكشن بتاع الإليا بتاعت في الآخر هدخل بين الابليك والترانزفيرس الأبدومينا دي الصورة اللي احنا بنشوفها لما أعمل يعني صورة الأناتومي يعني أنا وردها لكو في البتاعها وردها لكو في الأناتومي ده الاسكين والساب كتينيوس اكسرنا الابليك اللي قطي لكو عليه انترنا الابليك ده أكبر واحدة زي ما انتم شايفينها هنا وده الترانزفيرس الأبدومينا الشايفين هنا ماشي يسموس يعني الفاشية رفيعة جدا هنا تحس ان هي تخيلة جدا دي الحدة اللي فايل نير فلونا دخلت بالإبرة هنا وحقانت خلاص بتعمل بلوك الليرية تعمل لك النجيزة هنا وطبعا عمل لك الصورة هنا وعمل لك المدعاء تاخد بالك ان العضرة دي ضعيفة أبو هنا البريتونية مدلال الانتستن اللي أمعها عادة تتحرك قدامك هنا فتاخد بالك ان أنا مدخلش بالإبرة لازم يكون شايفة الإبرة بالداخل عشان ممكن ندخل واحدا في الانتستن وعمل او برفوريشن او ما شغل هنا قلنا دي اللاترال سوري دي اللاترال الصاب الكسة الباع بدخل فيه تحت الكسة المارجن هنا عندها ده الشيسة بتاعه وده الأبدوم بدخل تحت الكسة المارجن لما بدخل تحت الكسة المارجن ببص على المسل البتاع الميدلال اللي هي ريكتاس أبدومنس والنيرف ماشي في البليند اللي انت شايفينه ده تحت تحت بتوين الانترنال وبعلم بيعدي كده وبعلم بيعدي في المصر ويروح طالع على الاسكين هنا وبتقسم لاتنين كل البلوكس بتاعت الأبدومن ان انا نفس الأعصاب بس باخدها في حتة معينة من وراء لقدام من وراء فكل واحدة ده كل بلوك ده فانت لو هنا تلاقي ريكتاس أبدومنس مصر عاملة زي البوتس هي بشبه المارجن وبعلم بتتوزع منها في حاجة اسمها transversal abdominis internal oblique external oblique فالعصاب ماشية دايما في الحتة دي معايا فانو انا عملت هنا دايما اسمه تاب بلوكس لو انرقت هنا يبقى اسم أوريكتاس أبدومنس بلوكس ده الساب بكسة الان انا بدخل هنا دايما باشوف المنظر ده وبدخل بين العضلتين هنا طبعا دي صور تانية بعد ما حانتي اللوكالانسيجيا بيحصل شايفين المعضربة زي القوس لان اضاف عضلة لما باحل اللو بنزل تحت زي ما انت في فين هنا في البلين بلوك معايا وطبعا هنا بيقول لك الباول هنا الانتسين والحاجات الحاجات اللي في البروتينية طيب للصورة دي حد يقدر يقولي كومنت عليها طبعا انا انا اقدر اقول لكم كومنت انا بصراحة مش عارف الميكانيكي مين فيهم بس بالتأكد دي عربية واحدة ساتة يعني من الصورة اللي انا كومنت طيب ركتاس أبدونس بلوك احنا قلنا لو رحنا ناحية الوسط ناحية بلاقي التلات عضلات دول اللي انا شايفه العضلات دي اللي كانت العضلات دي اللي انا بحله فيها بحن في الحتة دي عشان العصاب العصاب ماشية كده تخلى داخلها في العضلة وطيبها عشان تغزي الحتة اللي في الميدلين اللي هي العشر سنتي زي التاني ما كان بيغزة عشر سنتي ورا والمسل دي السيريتس أبدونس والمسل دي العصب بعض في لدي فنا لو دخلت هنا برضو زي ما بقى انه هنا ممكن احقين جوه هنا في الاخر فدي تقدر تعمل لانستيزيا يعني تخدير اه ناحي او تقدر تعمل تسكين للعشرة سنتين اللي في البص الابدمن احسن حاجة ليها احسن حاجة ليها احسن حاجة ليها ما يكون ميد لاين انسيزيا ما يكون فتحة في الوص البطن يعني بين الاتنين عدرتين بتقدر تعمل بلوك وديقدر حوالي سبعين لثمانين في المية من الالم بيروك طبعا قلتلكم كل الالم بتاع المنديل البطن او الغشوعة بتاع البطن ده ما بيروحش بالبلوك ده لانه ما بيجي من السمبساتي بيجي من ور شوية السمبساتيك تشين وده ممكن يروح بقى بالانالجيزيا التانية بالجرعة المخدرات الليلة الناركوتيكس مورفين ما اشارك فالريكترس اب دونس بلوك ده بلوك تاني بنقدر بنبلوك بس في الميد لاين يعني التاب بلوك ممكن لو بعيد شوية عن الميد لاين قدر اعملها لانه معملها في الجنب او وراء لكن لكن الديل بنعملها في الميد لاين فهي بتتغذي عشرة سنتي بس اللي هو مجمع جوة الميد لاين برا ما تشتغلش يعني بتغذي الحد طرف لما بدوصي طرف العضلة بس ما تعدش طرف العضلة يعني لو عملت بلوك هنا اقدر اشتغل هنا لكن هنا هيبقى العين حس جامل جدا فهي دي بتغذي من تي سبعة لتي اتناشر زي التانية زي التاب بلوك بس دي بتاخد حتة اوسع شوية وهي بتمشي اه سوري بنتير من الابليك التنزيرس الابدوني بس مصل هنا بيخلصوا المصل وتعمل الشيس هنا الريد تشيس هنا في طبقتين في طبقة اسمها ابدوني الترانسبيرساليس وفيه حاجة اسمها المسل والتشيس وتشوفهم يسمهم داب لكنتور زي خطين وما بجد أتخل ما بدخلش بين الخطين لا بدخل بين العضلة وأول خط دي فكرة ده فيه فرق من اللوجيك والصحيح ليعني الفرق بين العضلة وأول خط المصل ده وأول خط اللي هي الشيس ده هو اللي ماشي فيه läuft aktual정을 باندل معايا اولا ماشي فيه العصاب مش بين الاتنين معايا وطبعا بينتهى العصاب في حاجة سمع الانترور كاتينيس برانش اللي هو بيغزي العشرة سنت اللي في العبدالب الطالب طيب احنا لو شفنا الصورة هنا هتلاقي هم عضلتين واحدة يمين واحدة يسار هم شالوا اليسار هنا عشان يوريك ان في نص العضلة شايفين اللي ماشيين دول ايه انفيريور سوبيريور بيجاسريك مصر دول ماشيين في البوسيريور الشيس اللي انا بيدخل فيه في نص العضلة معايا مع النيرفات اليان بتقطع الانتعاد دي فانا بعمل بلوكينج للنيرفات دي بس بيخلق بالي ان ما دخلش في الميدل لاين لان في الميدل زي ما انتو شايفين الاوريدة والشرايين هنا فممكن انا احعمل في وريد احعمل في سوريان اعورو فانعمل هماتومة فيفضل ان انا احعمل يعني دايما بالنحية الخارجية فدي العضلة هنا بتعلق من زيف السنة من القصة المارجين هنا وبتعلق تحت في البيب الكريس عضلة كبيرة جدا بس خد بالكوريكتر الشيس الدبل كنتور بينتهي تحت الامبلايكس بخمسة ستة سنتي لسموها الكويتليجامل ما ببقاش في شيس جامل عشان كده دايما اعملها فوق ما عملهاش تحت دايما اعملها فوق الامبلايكس ودايما اعملها في الانتيريوريكتر الشيس يعني لو دخلت هنا في المسوريكتر الشيس شايفيني المنظر ده ان العصب بيعدي كده وبيعدي وبعاين بيغزل حتة لفوق طيب النقطة المهمة جدا اللي انا اعزو عليكم ان دايما في الانتيريوريكتر الشيس ده اللي هم بتوع كمال الاجسام بواضح في عضلاتهم طيب لما اوقف العصب ده وقفوا هنا تحت ولا وقفوا فوق ما انا ممكن اوقفوا هنا وقفوا هنا دايما تحت لاني تحت ما فيش انتيريكتر الشيس من ده تحت الكل المسافة مفتوح على بعضها لكن في الامام هنا هتلاقي فيه دول انتيرسيكشن فلوان حانت ده يعني حاجة زي عاملة زي حيطة كده فلوان حانت لازم احقين هنا وهنا 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 عشان تقدر تغزي الحتة دي كلها لكن لو حانت ورا خلاص ديني مفتوح على بعضها معايا بسموان انتيريوريكتر الشيس دي صورة بسيطة بتوريك بتوريني الحتة اللي بيغزيها البتاع الريكتر الشيس معايا ودي السابكستل سابكستل تاب ودي اللاترال تاب طبعا اللاترال تاب الناحيتين طبعا لما بدخل كده بلاقي دابل كنتور شايفينه ده دول زي ما يكون خطين صغيرين دول الغشاء ايه معايا وما بدخل 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 بين العضلة واول غشاء مش بدخل بينهم وبعدين بحقن الدواء زي ما انتم شايفينه بيمشي كده ممكن حتى ابوصلها بالطول ولاقي الدواء طالع من فوق لتاح فكل الاعصاب اللي هنا تبتدي يعني يحصل لها تخدير الناحي بحقن دايما خمستاشر لطمنتاشر ماكسما وفي ناس بتحقن عشر على حسب العيان الانديكيشن باستخدمها ببوصل اورثنالجيزيا دايما في التسكين وصعات عشان تقلل كمية التخدير في الامبلايكا الهرنية في الفتاء السوري اي جراحة جنب الامبلايكا الجنب في الحتة دي او في الحتة بتاعتها او الفتح في الوسطي في البط الترانسيديوشير بحطه ترانسيبيس على الابدومين كده ببص على العضلة دي والعضلة دي بلاوا عضلتين عاملين كل واحدة عاملة زي المركب وبينهم ليني عالبة في النص وبعدين دايما نبص دايما فوق الامبلايكاس مش تحت الامبلايكاس حتى لو جرح تحت الامبلايكاس لان المحلول بيروح كده ولكن فوق الامبلايكاس مش في شوية امان لان الدابل كونتول فاشية اللي هو الجدار ده الفاشية اللي موجودة دي ساعة الابرة بلانت بتمنعك ان تدخل لكن تحت مفيش الفاشية دي بحماية اسمها ممكن في ثانية تدخل في البروتونية ودايما هي دايما لاتر الامبلايكاس او فوق الامبلايكاس اللوكالانسيزيا دايما بشوفه بيدزل تحته فوقه ما تدخلش في نص العضرة تدخل في الحتة اللاترا لما بتشوف الترسفيرسة الأبدونس ساحتها تدخل دايما لأن العصب جاي من اللاترل يعني جاي من الحتة الخارجية نمرة اتنين وكل المشاكل اللي حصلت مع الريكتس أبدونس بلوب وجدوها حصلت لما دخلنا في نص العضرة لأن كل الشرائن والأولي ده مشى في الحتة دي العصب مش مشى في الحتة دي معها مشى بره شوية فدائما اتحيقنا بره شوية عشان ما تشوفش المشاكل دي كلها طيب الخصة أن أنا بدخل بين العضلة والريكتسيس 10-15 من طبعا ده المنظر اللي بقول لك أن هي فقط فوق الأمبلايكس بدخل من اليمين ولا الشمال ما تفرقش المهم من متبقى تبقى تبقى على النص هو ريكتسيسسولة دي طبعا العضلة اللي بتبقى عاملة زي البودشيب عاملة زي الملك بكلم زي الملك بمنته وبيبقى فينا ضعب الكنتور فاشية وبدخل بين العضلة والفاشية هنا لو انت شايف دي اسمها الكسيرنا لابليك مصل يفضل في الحتة دي شايفين العضلة دي يفضل في الحتة دي ما حينش في النص في النص هنا كل الشرائل الأوريدة موجودة هنا ما باخدش أي ميزة زيادة باخد مشاكل بس طبعا دول الانترسيكشن اللي انا بقول لك عليهم عشان كنا ممكن احيان في البروتشيوري التشريس اللي هو لسه دخل من وراء ولما بيدخل من وراء بيبقى احسن بكتير عشان الحتة دي مفتوحة على بعضها زي الشقة كنا مفتوحة على بعضها لكن هنا متقسمها فلازم اروح كل قوضة يعني لو انا عامل بلوك هنا لازم احيان هنا وهنا 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 قدام لو قدام لو وراء في البسولة افتح الشيس خلاص بقدر احيانا طبعا هنا المنظر بيوريك ان العصاب هنا كلها موجودة اللي بتتغزى بيوريك برضو صورة الريسك اللي هو شوريان والطالع بيوريك الضابل كونتور فاشا فيه دي اسمها فاشا ترانزبرساليس اللي هو الخطين ودي الفاشا الدخلة بتاعتك مش بين الخطين زي ما الناس بتفكر اللوجيك ده طب 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 المنطيخي ولكن بتدخل بين العضلة دي واول واحدة ما تفروم الشيس ده بتحرك العبرة بالراحة اول ما تحعين فوليوم قليل بتلاقي الخطة دي تتواسعت بين العضلة او حانت في العضلة هتعين لخمسة سنتي هتحس ان هي ما فتحتش حال طبعا يعني دول ممكن يتعاملوا في الجراحة اه ممكن في العينين الكريتكل يعني انا عملت فكير قوي اعمل اه اه سوري اه هيرني امبلايكة بتاع انجوانا الهيرنيا او تاب بلوك بس والجراحة ياخد شوية لوكال كده لو ابتدى يشتغل على البريطون يحين شوية لوكال حول البريطون وتعدي عملت كم حالات كده عملت حالات عبدوانا الهيرني حتى في اميرجنسي اه اه عملتها بريكتاس ابدواناس بلوك والعينة قاعدت اربع ساعات وخرجت كويسة ومكانش في مشاكل خالص وانا قلت له قلت له قلت له ممكن وهم بيدخل البتاع دي الهيرنيا جوه بطنك تحس بشوية يعني او تحس انت عاوزة تتخيائي او تحس بألم فالمهم حتى اما جاي دخل فقالت قلت له ممكن اديك مهدد او نعمل لو قلقت لا مش عاوزة حاجة نقدر السحب يعني فاهم يعني ماش حاجة صعبة جده وممكن الصور عندي ممكن ابعتها لكم لان احنا قونا عاوزين نعملها كيس ريبورت يعني عاوزين نعملها ننشورها يعني بعد كده نروح للحتة تانية اسمها اليومجوانل اليومجسك هو بالضبط زي التاب لوك ولكن هي بتاخد عصابين تانيين مشهورين اللي بيغزوا الحتة بتاعت الابندكس ويغزوا الحتة بتاعت الهيرنيا اليومجوانل هيرنيا اللي سموها البوردر نيرف هو دول من ضمن العصاب اللي هي بتاعتها الانتركوسة اللي بتيجي زايد العصاب التانية بالضبط ولكن ده عصاب كبيرة شوية وهي اخر عصاب يعني مهمة سموها اليومجوانل واليوبجسك الانديكيشن بتاعهم بصوا بتبقى الجيزة في الحتة دي في الحتة اللي فعل هيرنيا ولو كنا بنعمل ابندكس زي زمان اي جراحة في السوبرا بيوبك انسيجن لو انا عملتها بايلاترال يعني في الحتة اللي عند العانة دايما احنا بنعملها بنحط البروب يعني على الاليا كريس على الانتركوس باين وديريكتد نحية الامبلايكس وبيروح لنحية الليه السورة ده احنا كنا زمان بنعملها ازاي يقولك ان تعمل خط من الاتنين دول وتقسمه تلت حتات الجزء التالت اللي هو المحة الخارجية بدخل بالقبرة وبعينه بس الكلام ده طبعا ما هو الصح قوي لان بعد ما شوفنا الالتراسون وجدنا ان الحاجات دي فيها اختلافات كتير جدا فاحنا بنبص الابليك بنحطه على الانتيريور شبريك سباين العظمة بتاعته نحط دي ونخليه منتجه لنحية السورة وبعدنا نشوف الفيزلز بنلاقي فيها ديب شركوفليكس آرتري آرتري كده بيبلسيت من نفس البلين بتوين الانتيرنال ابليك سوري بتوين الانتيرنال ابليك والترنزويرس الابدومنز هو ميزيتها بالضبط زي التاب لوك ولكن هنا بحين فوليوم قليل قوي بتوها سيليكتف يعني راح حتة بس لو قلتلي التاب لوك لو دخلت جنبهم وحانت 10-15 سنتي تبقى تاب لوك يعني هتاخد بقية العصاب التانية بس دي ميزيتها ان انا لو فوليوم وبعد بتاخد حتة صغيرة بس من التاب لوك اكبر شوية معايا؟ اللوك الانسيزي ان انا بحينهم جنب الارتري بستخد بالي من الشريان وانا بحين جنبه ما تخلش فيها حين فيها ولا عمله ربشة ولا حين في وليد لازم ابيع شيء في الفيزلز بتاعتي دايما الفوليوم بتاعها خمسة ماكسما مع عشرة ملين طبعا ده المنظر اللو تجبع عليه ان دي العظمة هي البروز بتاعت العظمة الحوض بخلي الابرة هنا وبعدين بتتجه لناحية الامبلايكات طبعا في تكنيك جديد باش خلينا في ده اول وبعدين بحط بشوف الصورة اللي هوريها لكل وقت دي بعدين بحط الابرة جنب الشريان وبحين من خمسة لعشرة سنتي فكل الجراحات اللي في الحتة دي بقدر عملها بالإيه بالإيه بالإيليو جورجز نفس الخاصة شايفين ان دي دي الحتة العظمة اللي من بينه وبعدين بشوف الجلدوس والسيكل بتاعت الجلد اكسيرنال اوبليك مصل انتيرنال اوبليك مصل ترانزبرسل عبدومنس مصل دي سيم وده البريتونيام جوه فببص في البلين دي بلاقي الحتة دي شايفين دي الحتة دي وبلاقي فيه هنا البلسيطينج ارتري هنا الـ ديب سير كومفليكس أرتري بالسيط وأتلاقي النيرفين هنا اليوم غير البغاستريك فبير ندخل هنا جنبه وواحين بس في الحتة دي انت عاوز خمسة ميلي ولا سبعة ميلي ماكسب ماكسب عشان تشتغل في الحتة دي لو هنا فوليوم كبير هنا عشر و خمسشور سنتي هيخد عيروح بقى ايه كباية العصاب الصبكوستالو كلام من ده وبقى امور افكتب طيب اليوم غير البغاستريك احنا قلنا دول اخر في حاجة اسمها لامبر بليكسس دول اول عصابين في لامبر بليكسس بيجي واحد من تي اتناشر الوان واحد من الوان اه اللي تو ساعة تيجي برانشات معه وبعد ماكوا في القفل خالص وبيغزوا البوردر اريا يعني اليوم غانية بيغزوا البوردر اريا الحتة دي كلها والحتة دي بيغزوا بقى الساي من جوة والسكروتم والانجوانة الاريا فممكن لو انا عملت لهم بلوك هنا كل الاريا دي ما بقاش اللي عقلو حتحس بيها طيب اللي هي البلانشة بالبريك البليكسس وبالصاب ليل بوردر اريا اه كومن يوزرين هيرنيا والابندكس او اي جراحة صوب ربيوك اه دايما بدلاء العصب بتوين الانترن نفس البلين يعني هو زي ما ممكن نسميه مني فوليوم تاب لوك يعني هو زي تاب لوك ولكن فوليوم اهل شوية طبعا فيه بينج تكنيك في تكنيك احسن يعني لسه جديد وبيقول انه هو مور افكتف بدل ما بحقن هنا بعد العظم برجع واره شوية تلاتة سنتي تلاتة فينجر بالعيان وده لما ببص الامبلايكس ببص لكتف العيان الاخر فبقولك في الختة دي العصاب بتبقى واضحة اكتر وبتلقى لسه ما فيش ما فيش اختلافات في اماكنها ماشي طبعا بيستخدم في حكاك اختلاف الالم كمان مش مش في الانستيزي بس في الالم بيستخدم في لو الناس اللي عاملة جراحة يعني اللي عاملوا نفس الجراحات دي اللي عاملوا ابيندكس ولا عاملوا هيرني ولا ساعات بيحصل انتراب منتل النيرف دي حصل ايه زي ما بقولوا ايه اليوم بالي بجسرك نورالجيا النورالجيا دي يعني يبقى الم فضيع جدا في مكان بتاعته زي بيرنين وافضل فترة طويلة ممكن احقن برضو بنفس الطريقة العصاب دي بتهدر الالم دي وتحسلك حولها طبعا لو وردكم الصورة ده العظمة دايما ما شوفش حاجة تحتها في الايكو زي ما انتم شايفين لما ببص كده بلاقي ايه معايا ممكن الاقي اتنين ودايما هنا ده البلين اللي انا بحقن فيه ده طبعا اللي تشايفو ليسو الده والعاص طب لاتنين دول فانت بتحقين هنا الفوليوم القليل بين هنا طبعا الصورة بتوضح نفس القصة هي نفس زي التاب لوك بالزبط بس لكن مكانها اللي بيختار انتلو شوف بيك اسمين العظم هين بيشوفش تحتها برضو وبعدم بشوف ايه الحتة اللي عاملة دي هلاقي فقه شور ينين بحط دايما الكلر دوبلر هنا عشان اه اشوفو الارتري ساعات ما تشوفش الارتري بس بتشوف المكان بتاع الحتة السكن تحن فيها طيب فيه بقى حاجة تانية اسمها ايه يعني بلوك تاني يعني كبير شوية اسمه بادرس لمبورا وده كل ما ترجع وراء كل ما يبقى تأثيره عن قلم احسن ليه لان فيسر بين ساعات بيبقى بلوك اللي هو بيجب السنبساتك يعني ساعات دي تعمل انالجيزية كويسة جدا بس مشكلتها ان ساعات بديم السنبساتك بلوكية توطلك الضغط عاملة زي سباينة اخذ بال حضرتك فممكن انا ارجع وراء نفس البرضو نفس العضل احنا ما روح نشبه نفس العصاب بس امسكهم وراء يعني ممكن امسكهم لو انشوفتوا الصورة دي ممكن امسكهم هنا امسكهم هنا امسكهم بالاتنين الحاد انتيرو الحاد وخالص فالعضلات هنا ممكن اجيبها من بره الجوة بره او جوة البره لو جبتها من جوة البره بشوفك اللي هو الريكتور سبايني مصر المشهورة معروفة ايه مشهورة جدا وسهلة جدا نشوفها بعمل بمشي بعدها بلاقي في عضلة عاملة زي البرض بيك عاملة زي من ار الغراب ودائما شودة كده فلو حانت هنا تشتغل لو حانت تحت تشتغل لو حانت هنا تشتغل لو حانت في الموصلة تشتغل وتدكي كوادرس لامبورام بلوك اي بلين اي عب ده وبحقينه بين العضلات بيمشي مع انقبضات العضلات ويروح للاخر عند العصاب بتاعت اللي خارجي من هنا فهنا تلاقي الاجترنال وبليك انتنا الابدونس بينتهو هنا بينتهو من ورا هنا بينتهو قدام عند الريكتورس وعندما بينتهو بيبدأ عضلة اسمه ايه كوادرس لامبورام كوادرس لامبورام هي دي كوادرس لامبورام فالعصاب بتاعت هنا يشتغل حانت هنا يشتغل حانت هنا apresent تصبح بلين كو كذا واحدة يقولك إيه ب까 لو حانت هنا سميها كوادرس لامبورام اي داخل هناك و هناك وفي ناس فتحين قدام تحين في العذرة بس هنا دايما هنا بتبقى أسهل شوية يعني هنا ممكن هنا كيلية موجودة هنا فممكن لو دخلت بالإيبر الفتاشة عور خليها هنا دايما فوق المصر الأحسن طبعا دي الصورة تانية بتوضح لك القصة دي كلها فيقول لك إن إيه لو حانت فوق العضلة لو حانت تحت العضلة هنا في الحتة دي دي وان ودي تو في الآخر خالص انت شايفين العصاب ماشي إزاي وقفة في أي حتة لو أنا حانت هنا الدواء هيمشي كده ويروح لها لو أنا حانت هنا الدواء هيمشي كده ويروح لها الريكترو سبين اللي إحنا قلنا علىها زمان هاي الريكترو سبين و Ruح داخل هنا على ترانزولس ويست وحانت هنا برضو الدواء يروح على علتو الأصوف هي فكرة الخصة كلها هيم skill 3 هناтак طب يعني برضو رسمناك العصاب ماشي فيه بين عضلتين فلا دخلت انت وحانت هنا من الانترن الوبيت Life y PDG with still 보 İrto artists برضو نفس الخصة هنا اللي هي الريكتروس اللي احنا قلنا عليها فهي نفس العصاب جاي من وراء الوداة طيب ال介و stage طبعاً الانديكيشن بتعادة تتبقى أكتر شوية لأنه بتطلع فوقه تنزل تحت أكتر وبتم تاخد حتك كتير يعني لو عاوز أنت جراحات البطن كلها اللابروسكوبي أميدين سيكتومي كل الجراحات دي كل سيستيكتومي تشتغل سيزيريا انسيكشن أبدومن الهيستيكتومي أوبن بورستيكتومي رينال ترانسبرانتشان سيرجوري نيفريكتومي أبدومن بلاستي كل اللي تشتغل لأنه جامن وأنا بشغل أكتر طبعاً ساعات بنعملها في بعض الجراحات اللي هي في الميدلين أو بايلترال طبعاً هنا الصورة دي أجاب الاسم من نيسورة وبيوري لك العضل طبعاً ترانسبرسيب السيست دي العضمة ما عرفش اسمها ترانسبرسيب السيست وبعدها هنا بيجيب لك العصاب اللي هي داخلة ده البصير الرماي اللي احنا قلنا عليه اللي بيغزي عشر سنتي في الباك العصابين دول بيعدوا في الريكتروس بايني طيب وده الانتيريو برامير رماي هيعدي من الصورة نفسها من الميدل ويطلع لاترال وبعدني يمشي بقى الستة اللي احنا قلنا عليه فلو نحن عندي هنا هيمشي على دي الاتنين لو نحن بودرسلم بورم لو نحن عيننا هنا زم انتم شايفين هنا هيعمل بلوك لنفس العصابة حتى هو مساولة العصابة ويهي مشيح طيب بنشوفها ازاي يعني اما العيان يعني يبقى تلتد شوية او لاترال او ساعت حتى برون اللاترال احسن واضع يعني انا بحط البروب نفس زي التاب بلوك بس ببص الورا ودايما بحتاج في ده البروب الكيرف ده دي ديب شوية دي غويتة من زي التانية بحتاج الكيرف ده عشان انت حتى تلاقي في سيكتور اذا ما انتم شايفينه كده في سيكتور ده اسمه ايه كيرفيلينيار بروب ده اللي بيبقى ينديب شوية بس ما شوية ضحقه فلو انت بصت هنا على عضلات ده الاليكتورس بايني وده العطمة بيشوفش حاجة تحتها وده السوس مصل فانا ممكن احقن هنا ممكن احقن هنا وراها هنا ممكن احقن بين الاتنين دي اي مكان في دور بتشتغل وما سموهم واحد واثنين واثلاثة كلهم شغلين زباعهم طبعا ده الهرم وده مش صورة ايه طبعا الصورة دي بقول لكم انه ممكن العياني بقى يعني ساعات دي بقى برون يعني على بطنه وقدر شوف المنظر ده السوس مصلة قدر شوفها طبعا بيجيب لك عيان رفاية عديد عيان في الروفاية عقب وده سموها شمروخ عاملة زي الزهرة صورة الزهرة سموها شمروخ صعين دي طبعا السوس مصل والالكترو سباينس مصل دي بره وده جوه ودائما تبقى يعني بتبقى واضحة وشودة شوية عن العضلات وشوات تبديك زي راس الغرام فطبعا ممكن احقن هنا او احقن هنا او احقن هنا او احقن هنا كله بشتغلين سموها بيكس وان وطول طبعا المنظر ده العيانا دي نايمة على الجنب فده طريقة اسهل شوية يبقى تشوف الشمروخ صعين اللي هي عاملة زي الوردة بيسموها وردة الشمروخ عاملة كلا زي الوردة وما بيسموها كلا طبعا دي ايريكتور سبايني دي سواس ودي قوات السلمبرورم بيجيب لك في المنظر فهنا بدخل هنا احقن او هنا احقن او هنا احقن دخل وتشتغل طبعا بيجيب لك بيواردك الصورة دانية بترها تانية لريكتورس أبدومنس اكسيرنا لوبليك انترنا لوبليك ترانزبيرس أبدومنس هنا ايريكتورس أبدومنس بلوك هنا تاب بلوك هنا قوات السلمبرورم بتنتظر فممكن ادخل هنا ممكن ادخل الناحية التانية حين فيها اه وطبعا دي سورة تانية برضو نفس القصة دي الشمروخ صعين صورة الوردة معرفش يعني سببها بالوردة ازاي وضي الصوص مصيل وضي اسمها ... مصل وبعن بتلاقي دايما انه شوو التيب شووه على وسط هتلاقي سودى دايما شوية اكتر شوية. ماشي اللي انت شايفين عندي طبعا هنا تلاقي فا ا Themusta هنا هتلى نفس الصورة فانا ا لو حانت هنا هتشتغل وحاني دي الم nh Xing Quadeslamborte ماشي هنا نفس الصورة برضو وضي ils Whales underwater طبعا لو الواحد بيفهم شوية ويقعد في محاضرات الجاودة بالنسبة لنا ما بقاش فهمين حاجة فده شكلنا واحنا عاديه في محاضرات الجاودة طبعا زودت عليكو انا الجرعة في الفترات اللي فاتت لان بتبقى صعب قوي عاوزة كل ما ناخد درس تروح تعلم على العيان وده اللي احنا بنعمله هنا حتى من بارح احنا قد تعيد اشرح على نفسي لأحد الدكاترة بتاعتنا ليلة فالمهم يعني بعد ما خلص عدت حوالي ساعة ترى شو حلاء على نفسي على الظروب وهي كانت معي الفيلو بتاعنا فانا عارف ان من غير الهاند اون بيبقى صعب شوية عشان كلا نس كلها عاوزة هاند اون عاوزة الشغل وارديني بتعمل ازاي على الآل على موضلز ولكن في الاخر رسالتك اللي تفتكرها دايما دايما اركزوك انا على السيفتي ده ما يكون دكتور الانسيزة متمكن قوي طبعا انتعارفون اكتر سبب لفشل البنج الناحي هو ايه ان الجراح ما بيستناش بس لكن هي المعظم الحالات بتشتغل وبس بتشغل بعد خمس شوار ديئة لو اللي دكين بعد عشرين ديئة خمسة عشرين ديئة لو بيبقين فدائما تعملها بدري او شوية وتسوي العين الشتناش طبعا الجراح ما الخمس دقيقة بتوعك بمية سنة وهو لو يسيب الجنيرو بتاعه ويقفل الجرح في ثلاث ساعات مفيش مشكلة فدي مشكلة فاكتر سبب لفشل البنج الناحي الجراح عشانك لازم يتعاون معك طبعا الرجل التخدير ده متمكن جدا كان بقوله كان ناو فاعله ايه ويت فور زا بلوك تواكت طبعا ده ينعب في الفيسبوك لانها يخد وقت شوى عشان يحق طبعا الكونكولوشان والهو مستش لازم تفاهم الاناتومية لازم تخيله في دماغك وعارف هو بيمشي ازاي والوضع التشريح لكل عصاب عشان ما بادخل ما بادخل ما بادخل ما بادخل فيه لان السنو اناتومي ده اتزا براتكل استيزية يعني ازا براكتكل اناتومي لو كانلجرى الاستيزية يا براكتكل اناتومية v Suri practical physiology and pharmacology الريجرى الاستيزية وبينج الناحي ده براكتكل اناتومي and pharmacology برضو عشان لوك تلوك اناتوانيسي ولازم يكون عارفون الاستيزية الطبعا كلينا عارفون الى انكتبعه لانهي واحدة في كل حاجة infection bleeding diseases abnormal a inteみ الجراح المش موافق الجراح مش موافق يعني فيه بعض الحاجات الكتير ان انا مقدرس العين عنده نيروبيسي عشان الجراح في الاخرى يلبسك المشكلة يقول لك انت دخلت في العصب طبعا يكون عندك تكون تفاهم شوية عن ايه الفيزيكس بتاعت الجهاز ومستخدمها ازاي الانشيك تقدر بنحين ايه في الادوين طبعا لو كنت كل البلوكات دي بنحين low volume يعني concentration ولا الاوان باحنا دايما 0.2 0.2 او حتى بتاحينا اقلي من 0.2 برضو 0.5 على 10 على 10 يبقى ده 0.25 ممكن احط عليهم خمس سنتصالين كمان يبقى اقل حول اثنين او اقل شوية وده more than enough يعني حتى بيشغل بسرعة بيشغل في خلال الخمسة العشرة دايب يكون اشتغل بالبلوك طبعا ان انا كنا عارف ان بوليجي زي يزبط الماشين بتاعتك زي ما عماريكو قبل كده الصورة الولده بياخد صورة لازم يبقى اه تستخدم حاجة اسمها بارس تكنيك بريشغل اللايمنت روور روتيشن تلتنك تكنيك وتبقى اه تعرف ازاي تزبط الماكينة بتاعتك زي الكاميرا وتجيب احسن صورة قبل ما تعمل اي بلوك ولا تتعقم ولا تعمل لازم تعمل سكاوت لوك لازم تبص بصة كده لان ممكن تغير رأيك ممكن تلاقي فيه يعني مرة قالولي تعمل بص اوبرتيب ريتس ابدوناس بلوك فالمهمر واحد ببص كده لقيت ايه الجراح هو بدخل بالتروكر عامل هيماتومة في البصير ريشيس في الحتة اللي هندخل فيها مليانة بلاط عاملة هيماتومة فقلتول لها مش عاملة قال لي ازا بعملها ووفتب ديكومنتيش قلتول لها مش عاملة لان انا في الاخر هندب السالة كنتك داخل وهنا الميديكوليكل مش كويس فانت لازم انت تعمل سكاوت لوك لان لو انت ما عملتش هتتعقم وتروح داخل ايبا خلاص انت الرباط فيها والاسف حصل عندنا حالة مرة الجراح تمشها في الليفر وعور الليفر وبعد قال لك ده بتقعد التخدير عشان اعمله بلوك يعني اين دي اللي نعمل بلوك يعني ايبا طاعم عبر رغم ان احنا صورنا صورنا العيان صورنا العيان بالمراي وجد الفليودز في المكان اللي احنا عبطينهم بعين عن الليفر طيق فعشان كلا لازم تعمل حاجة اسم سكاوت لوك يعني نظرة اولية من غير تعقيم حتى ولا اي حاجة ستبص بصة بعد انت قرر هتعمل ايه ولازم تستخدم الدبلر كل الوقت لان ساعات انا اقول لك الشوريان والبريد مش هيبانة الا بالدبلر يعني انت هتلاقي ما فيش مالسيشن ساعات ما تشوفوش والدبلر زي ما زي ما اللي هو الديب سورة وخلاسك المهم او ان تشوفو عشان ما تعوروه فيه ممكن ازود نيرف تاني اعمل تستنج تاني ازود جرعة تانية او حتى اللي باجر على السيزة ببعض احيان ولازم عندك استراليزيشن وبربراشن ولازم في الاخر تبع عارف الكمبليكيشن اللي ممكن تحصل سيتكتشفها وزيتعليكي ودايما ما فيش حد بينورك اللي انت no one can motivate you until you motivate yourself was the best way to predict the future is to create احسن طريق ان انت التوقع المستقبل ان انت تعمله بنفسك thank you and caution and action انا اسف طبعا انا بتتكلم كدير بس يعني ارجو ان يكونوا فاهمين فلو في اي اسئلة طبعا انا بس بعد ازرقه دي هتبقى اخد اخر محاضرة لحد ان شاء الله نصف ثمانية نتواصل معه ونبتدي بقى في موضوعات يعني نهب fractured neck femur orthopedic surgery ونبدأها بال general original وكل واحدة بذاتها وعيوبها وكلام الجديد اللي فيها shoulder ممكن measure abdonald surgery يعني الحاجات احنا بنشتغلها بقى كل يوم هتبقى يعني اوقع شوية واحسن شوية بس ارجو ان احنا ان يعني لو في اي اسئال ممكن تسألون احنا ان شاء الله نارضا خلصنا يعني اخدنا حوالي 40 ديال فعشان يكمل الساعة بتاعيكم ان شاء الله فلو اي حديل سؤال حتى يعني ملوش علاقه بالموضوع ممكن نسأل ان شاء الله تفضلوا رب المجيز صباح السلام عليكم والعافية عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم دكتور اذا قارنا من ناحية يعني نسبة النجاح بالنسبة اذا قارنا عملية مثلا نقوان الهيرنية بنشطالة مقارنة بالتاب بلوك يعني يعني برايك نسبة النجاح ممكن تكون متقاربين خاصة المو متدرب على الايكوي يعني اه بص يا مصطفى بص يا دكتور زيتون مفيش حاجة صعبة وحاجة سهلة في حاجة انت بتعرف تعملها او متعرفش تعملها لو انت متدرب عليها بما الموضوع سهل بتبقى professional way زي اللي بيسوق سيارة لو انت في الاول ما بتعرف السوق ولو ده صارة manual بتنط منك في العربية وتطفي منك بعد شوية لو انت professional خلاص معدش يعني تطلع تطلع كوبري وحتى وقف على الكوبري وانت مش حدس على الفرامج فاهمني فدي الفكرة هل هل الابدورال احسن رايح دماغي بيها ولا عمل التانية طيب ماشي انا اقولك بس السيناريو طيب العيان ده دكتور زيتوني عدو اف معايا وبياخد وارفرين والمتاكتر دول عليك ما ينفعش وقف لو وقف هي موت هتعملو ابدورال لا ابدا طبعا لان تاب بلوك وقدر عمل compression معايا يعني نقضي كل حاجة اللي هم ذات وعيبة كل حاجة اللي هم ذات وعيبة لو انت professional في الابدورال او professional في التاب بلوك تقدر تعملها بس الفرق بين الاتنين بايه الابدورال دي بتديك اناسيجيا بتديك visceral and نوسيسيبتف يعني الجلد وكله حد البريتونيام لكن التاب بلوك ما بتديش الخصة دي ولكن الاكسيبنسي بتاع الابدورال اعلى بكتير يعني يعني كفلوس اعلى اكسيبرتيز اعلى كمبليكيشن اعلى فكل حاجة لها وقتها يعني يعني مثلا لو العيانة خايفة ومرعوبة مش عاربة وتنفع بديور اعملها بديور او اعملها حتى جنرال لكن في بعض الحالات يعني احطو لك كم سيناريو حصلوا عندنا يعني مثلا كل تلات اربعة شهور بحصل بسيناريو ان العين ما ينفعلوش ولكن لو عملت اي حاجة تانية هتموتو معايا؟ فده بتبطر لازم يكون حد professional enough ان يعمل كلام ده يمكن حتى ببعتلكم صور عندي حول عشر حلقة عملنا وعملتهم في الفترة الفاتت ومصورينهم يعني الشباب مصورينهم عشان نعملهم كي سريبا بيبعين مينفعش تعطلو سباينل وتنفعش تعطلو جنرال وخمسين الف حاجة وخمسين الف حاجة هتعملو هتحط على فيطيوب ما ينفع تشلع منه هتطلع على عيسيو هتعملو سباينل والابديورال طيب ياخد انتكواجرات فببقى ساعات ما فيش اللي حلول دي فكل حاجة في الطب لها ميزات وعيوب انت ساعاتها بقى كل ما تبقى decision maker عشان كده decision making في كتاب حتى اسمه كده يعرفك ازاي تاخد decision ازاي اخسن قرار لك لان ساعات انت بقى عندك ايه دايما عندك يعني الخطة الاولى الخطة التانية التالتة والعين كويس كله ينفع طيب ساعات المعطيات ما تديك سل الخطة واحدة بس فلازم تختارها بعناي عشان ما تعملش مشكلة في العين التاب بلوك اه ما هيش زي الابديورال بتعمل ممكن عملية كاملة حتى في البط التاب بلوك لما يجي البروتينية من العين هيحس يحس انه يعني تعبان شوية كده ونحس انه ممكن يستفرج ولو شدت يحصل براديكار دي فعشان اتفادى دي بيحينهم اه شوية زي بتاع اللي دوكين ولا حاجة وحتى ناس بيرشوا اللي دوكين اسبرية فده بيقل الخصة دي كله يعني الحالات كلها عملنا اللي دوكين اسبرية فالعين بيعدوا كويس جدا 3-4 ساعات فممكن يستخدم ديون بس كل حاجة لها ميزاتها وعيوبة ساعات عاربو لانا كون غوبتك دكتور زياد طبعا ايو السلام عليكم شكرا جزيلا على المحاضرة حضرتك جوابة زميلي قبل قليل فيما يخص التخدير انا السؤالي فيما يخص تسكين الالم في عمليات الكولونات استقصال الكولونات نحن كنا يعني عم نجري هال تسكين في الفيرجورة لما بدأوا يعمل الكوليكتومي هلأ الجراحين بدأوا يعمل الكوليكتومي بطريقة التنظير فما في فتح البطن اللي كنا نحن نقتاجه الى الفيرجورة وحاليا النقاج ايهما افضل ايهما افضل في تسكين الالم اذا انا بحسن بعمل هاي وبحسن بعمل هاي هال الفيرجورة الافضل ام انه حزارات البطن احسن بالنسبة لتسكين الالم عمليات الكولونات البطنزير اه هو طبعا دس يقول المهم اولا اين زي ما انت بتقول كده الطب حصل فيه شقلابة زي ما بقولوا يعني وبقى معظم الحالات بتتعامل لابروسكوبي يعني حتى في الكنسر ساعات بعملوا لابروسكوبي كل حاجة بقت بالمنظار انا خايف ان يعملوا بعدش كده القيصرية بالمنظار فالمنظار طبعا عشان هو ميني انفيزيف مفيش تيشتروما اكتر ببقى البن اقل يعني هي الامزات كتيرة جدا والعين يخرج من المستشفى بسرعة الايبيديورال بتاعها معادش لها رول زي زمان معادش لها رول لما يكون فاتح البطن وكلام من ده المشكلة التانية بقى ان الوقت بقى فيه روتين بيستخدمه زي ما انت بتشوف يعني بعد عملات الكبيرة بيدوكريكسان وحاجات من دي عشان بيخافهم الدي في تي خصو في الكنسر او العين البيتريدين فبقى الرول بتاع الايبيديورال اصعب بكتير قوي من الحاجات التانية الحاجات التانية دي يعني انت مثلا لو عملت كان زمان بتعمل الريكتاس او لو عملت انت الاموريسكوبي حاطت فتحة فوق الامبلايتاس وفتحتين في الجنة فانا ممكن اعمل واحدة ناحية والتانية ناحية تاب بلوك في الناحية التانية وده بتدي العيان دايما البلين بلوك ساعات الانالجيزيا بتتخطى اربعشين ساعي يعني حالات كتيرة عندنا بتقعد يومين حتى وانت طبعا عارف اكتر الم في القصة دي اول اربعش اول ست ساعات بعد كده العين بيبقى كويس العين بيروح وياكل وياكل فهو انت عاوز تغطي الفترة دي فالفترة دي انت ممكن يعني مع مع البلوكس دي بتحتاج النسبة واليالة جدا جدا من المخاطرات اللي هي بتعملكش صادفات يعني لو كنت احتاج عشرة ميلي جرام مثلا كل ست ساعات ولا خمسة ميلي جرام ممكن هحتاج واحد ميلي جرام وممكن احتاجوش بعض العينين للريجال الانسيزيا طبعا الرو جامد مع زاي ما هم اطوروا في الاريجال الانسيزيا احنا اطورنا في الانسيزيا با الاريجال الانسيزيا ما عادش البلوC مكتب خرج غدا لها رول قوي ؟ بس بب Rot My تختفي خرج ال� ما عادش به their رول يعني حتى معادش موجودة. حتى بعض الناس يعني فيه معمولة على المورفين versus كده. بس الابيديوري اللي لقى الرول بتاعها أقل بكتير جدا. معادش زي الاول. فالبلوكس دي الابيديوري الناحي للتسكين هو اللي اخذ الابرهان دلوقتي هو اللي بقى فوق السطح. وطبعا عشان مشاكل الابيديوري الاكتر من الابيديوري الناحي وكده يعني عشان كده. وعاوز اكسب اكتر وطبعا مشاكلها اكتر بكتير يعني من الابيديوري خاصة مع انتوكا جليشن. حتى من غير انتوكا جليشن يعني فيه في امريكا آآ الفين والمعتاشر السجل تسعة واربين حالة اميديوري الهيميتومة. نصهم ما كانش بياخد آآ اي انتوكا جليشن. ما كانش بياخد اي دول العشان السيولة. فسعاد تحصل لوحيدة. فعشان كده آآ يعني تفغينا عن اللي يكون باللوم بروفايل سكيلز. ما ولكن هي عاوزة طبعا سواء سكيلز. عاوزة سواء التدريب. زي اللي بيديونا الماكاتي عاوزة سواء التدريب. واول ما بدأنا الرزدنسي وفكرنا ان اي حاجة صعبة جدا. وفي الوقت بديك عمل عادي يعني. يعني يعني مبارح كنت بعمل مع في بتاعتنا. طلبونا في الاي سي او عيان عنده فلاي الشيست شاعلينه كذا رب. آآ وحطونا على الفنتيليتور. فلعان مش قدر يعني تعبان جدا مش قدر ياخد نفس ولا يقدر ياخد نفس وتقضل فسطور من على الفنتيليتور اللي بتعمله عن الجزء. فمبارح روحت عملت له آآ وطبعا عشان نحيتين عملت له سوراسي كيبي ديورال. خطت له سوراسي كيبي ديورال وبعدها بشوية تاكي كارديا قلت والبلوت بيشر قلت وحتى ابتدوا يفكروا انها يفصلوه في نفس اليوم. انا عملها السمحة التاسعة. سوراسي كيبي ديورال عملتها عند تي فور. آآ فالريززينت انا يعني اول الفيلوز بتقول انا عملت اتنين في حياتي بس وكانوا صعبين جدا. فعاوز يشوف كنت اتعملها لان العين نايم لاترال اول مرة تشوف نايم لاترال حتى مش لاترال معدول. وفالمهم من انا عملتها في ثلاث دقائي. فالمهم بسط كده عايزي آآ يعني انا هقدر في يوم والايام اعمل كده قلت لها يعني هي بتبقى كده انا اول مرة كانت صعبة وكل الحالة صعبة بالتدريب بتبقى سهلة. ها? يعني انا فاكر لو بتتضرب كويس ها. قلت لها العينك هتبقى على التب بتاع الابدورة وتبقى حاسة تشوف. عارف انت داخل في ايه. فدي كل حاجة محتاجة تريننج مع تريننج. انت بتبقى يعني بتبدع في التريننج وبتبتكر حتى حاجات يعني. يعني انا ابتكرت في في المرة تكنيك تاني خالص يعني غير اللي بتعمل ده واحسن لي لان بادخل بيبرة واحدة اعرف تلاتة ستراكشور اعرف الكس وترينزفيرس جوينت وبعرف الفاسيتو نفس البلوك فهي معرفة الايناتو بس بتخليك ايسر. فطبعا الرول بتاع البنج الناحي وانا متوقع في الفترة الجاية بقى اعلى بكتير جدا والابدورة ده تبقى حاجة يعني ايه في في اللابروسكوبي في التنظير تبقى يعني حاجة مستبعدة جدا ان شاء الله. ارجو ان انا كون جاوة. وده برضو نفس اللي في التيتشر نفس اللي في الدراسات برض يعني مش انا بجيبه من عندها وخبرات. يعني كل الاجابات اللي بجابها لكم اه هي 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 موجودة في الدراسات تتعمل اه يمكن ساعتعور رأي في حتة معينة بس ده معظم الحاجات اللي موجودة في التيتشر رأي. ارجو ان انا عارفون جوابتك. اي سؤال تاني ان شاء الله? لو اي سؤال حتى يعني حاجة سوفتاء او ملاش علاقة بال بالموضوع ما فيش مش بكرة ان شاء الله. احنا سؤال دمنا ثلاثة اربعة عائل. استغلوا. ان شاء الله دفتور اه.